عقد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة نسيم ديافات رفقة المدير العام محمد شريف جلسة عمل تقنية شارك فيها ممثلون من وزارة العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي وممثلون عن وزارة التضامن وذلك بهدف دراسة إمكانية تعميم الأصلحات والامتيازات التي قدمتها أنساج على مختلف أجهزة الدعم التغسية كانت لعادة الغدبان في المزارتين ومن خلالهم ومن خلالهم وذلك لا نسوش تلي اليوم هذا اللقاء إن شاء الله راح يسمحنا من إدراج مستقبلا بالتعاون مع الوزارات الثلاثة وبالتعاون كذلك ما بين لاناد وما بين الكناك وما بين لانجام لإيجاد انتيران دون تونت كي من قولوا لإنجاد استيغة المناسبة والإطار القانوني المناسب لتعميم كل هذه الإجراءات على مختلف الوكالات ورح نترك سيد الموديل العام يعطيكم توضيحات أكثر يعني كان فيه عدة إجراءات واللي قطاع اليوم مع ممثلين الأخر وزارة العمل وتشغيل والضمان اجتماعي وممثلين وزارة الأخر باعتدام الوطني هو باش نوحدوا الإجراءات وبا نمدوا فرصة لجميع الشباب المستفيدين من أجهزة الدعم تعالى كناك وتعالى نجام باش يستفادوا من نفس الامتيازات اللي يستفادوا منها الشباب اللي كان ممغول من طرف الوكالة الوطنية للدعم شغيل الشباب اللي هي الأخر حالي الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاولاتية هذه بصفة عامة يعني جلسة العمل اليوم هي جلسة تقنية شكرا